اشتركوا في القناة والفهماء وأعلنتها للأطفال نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المصر أمامك كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هي وحملي خفيف آمين في هذه الأعداد التي قرأناها نجد صلاة وأعلان ودعوة أما الصلاة فهي إلى الله الآب أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض لأن هكذا صارت المصر أمامك أما الإعلان فهو للتلاميذ وللجموع المحيطة بالتلاميذ كل شيء قد دفع إلي من أبي وليس أحد يعرف الإبن إلا الآب ولا أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له أما الدعوة فهي إلى جميع الناس في كل زمان في أي مكان هي دعوة لي هي دعوة لك هي دعوة لك هي دعوة لجميع الناس هي دعوة مزدوجة للراحة راحة نحصل عليها حينما نأتي إلى المسيح بالإيمان ثم راحة نجدها لأنفسنا حين نحمل نير المسيح حينما نخضع لإرادته حين نقول له لتكن مشيئتك أولا الصلاة بيقول في ذلك الوقت أجاب يسوع وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض في ذلك الوقت أي وقت هذا الذي رفع فيه المسيح هذه الصلاة إلى أبيه ما هو هذا الوقت الوقت الذي أرسل فيه يحنى أقرب شخص إلى المسيح رسول الملك الذي شهد عن المسيح أعظم الشهادات في وسط في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه الذي صار قدامي لأنه كان قبلي الذي لست بمستحق أن أحل سيور حذائه وأنا قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة واستقر عليه وأنا رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله يحنى أرسل إلى المسيح تحت ضغط السجن والألم يقول له هل أنت هو الآتي أم ننتظر آخر ثم في الوقت الذي قال فيه عن هذا الجيل المتمرد العاصي الذي لا يعجبه شيء على الإطلاق جيل غير معقول جاء يحنى المعمدان لا يأكل ولا يشرب قالوا به شيطان جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب فقالوا إنسان أكول وشريب خمر محب للعشرين والخطاء والحكمة تبررت من بنيها في الوقت الذي ابتدأ فيه المسيح يوبخ المدن التي صنع فيها أكثر قواته لأنها لم تتو وحسب الظاهر كأن خدمته قد باءت بالفشل وبالخسران المدن المدن صنع فيها معزم قواته لم تؤمن ولم تتو وكأنه بيؤكد أنا قلت عبثاً تعبت باطلاً وفارغاً أفنيت قدرتي لكن حقي عند إلهي وعملي عند ربي وقت الفشل وخيبة الأمل رفع المسيح عينيه إلى السماء وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض حبائي من السهل أن نشكر من السهل أن نحمد وأن نهلل في أوقات الراحة في أوقات الفرح في أوقات النجاح في الأوقات اللي فيها كل الأمور معدن من السهل أن نشكر وأن نحمد لكن هل نشكر في الضيق هل نشكر في الألم هل نشكر عندما يصيبنا الفشل وخيبة الأمل هل نشكر عندما يخوننا أقرب الناس إلينا هل نشكر عندما نفقد أحب الأحباء إلى قلوبنا عندما تبدو خطفنا وكأنها كلها قد فشلت هل نشكر هل نحمد هذا هذا هو الدرس الذي يعلمنا المسيح في هذا الصباح نيرى هنا بيقول أنه في ذلك الوقت أجاب يسوع طب هو في حد سأله عشان يجيب ألعل أحدا سأله لكي يجيب أيوة لقد كان يرى في كل شيء يحدث له كان يرى يد الآب كان يسمع صوت الآب متكلما إليه موصلا إليه رسالة معينة يقول له خذ هذه من يدي وبناء عليه أجاب وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض نعم لأن هكذا صارت المصر أمامك هل نقول له ماذا تريد مني يا رب هل أقول له أنا أخذ دي من إيدك وأحمد ولا أقول له لا أنا لا أحمدك ولا أريد هذا الذي تعطيني إياه ده صعب جدا ده عسير جدا على نفسي قد لأقولها بفمي لكن قلبي يقول هذا لابد أن أجيب على كل ظرف كل ضيقة أمر بيها أجيب إما بأحمدك أيها الآب وإما بالتضمر والشكوى والأليم إذا حمدت في الضيق وفي الألم سوف تنفجر في يا نبيع من الفرح يا نبيع من القوة غير عادية جرب أن تشكر في الضيق جرب أن تشكر في الألم جرب أن تتخذ من الضيق فرصة لكي تحمد الله وسوف تكتشف عجبا لكن ده مش بس أجاب يسوع لكن في إنجيل لوأ أصحاح عشرة بيقول تهلل يسوع بالروح في واحد يتهلل في الألم نعم هباقوق يقول مع أنه لا يظهر التين ولا يوجد حمل في الكروم يجذب عمل الزيتون والحقول لا تصنع طعاما ينقطع البقر من الحذيرة ينقطع الغنم من الحذيرة ولا بقر في المزاود لكني أفرح بالله وابتهج بإله خلاصي تهلل في إنه هو معطي الأغاني في الليل تهلل وقال أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض الأرض رفضتني الناس رفضوني لكنك أنت ما زلت صاحب السلطان صاحب الكلمة العليا صاحب الكلمة الأخيرة أنت لست رب السماء فقط لكنك رب السماء والأرض أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض نعم أيها الآب لأن هكذا صارت المصرة أمامك وده من تعاوز كده فأنا راض وشاكل أنا لم آتي لأصنع مشيئتي بل مشيئة الآب الذي أرسلني أنا لم آتي لكي أسر نفسي لكن لكي أسرك أنت بدم هكذا صارت المصرة أمامك يبقى ده كويس يبقى ده أنا أقبله من يدك هل نفعل مثل ما فعل المسيح ونقول له نحمدك لأن دي مشيئتك لتكن مشيئتك ولا بس بنقولها في الصلاة لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض لتكن مشيئتك نافذة في حياتي رغم أن ذلك قد لا يرضيني يمكن مش هو ده اللي أنا عاوزه يمكن مش هو ده اللي أنا عشمان فيه لكن مدام دي مشيئتك فأنا راض وشاكر ثم الإعلان كل شيء قد دفع إلي من أبي كل شيء قد دفع إلي من أبي طب قولي الكلام ده في وقت تاني في الوقت اللي أنت فيه مرفوض وفي الوقت اللي الناس بتشك فيك في الوقت اللي كل الظروف الخارجية ما تبانش أبدا إن كل شيء قد دفع إلى يديك تقول كل شيء قد دفع إلي من أبي نعم نعم رغم الغيوم رغم الظلام رغم الضيق المحيط بي لكني أرى خطة الله ولابد أن هذه الخطة تنفذ ولابد أن إرادته الصالحة والمرضية والكاملة لابد أن تتم رغم كل الظروف رغم كل المعوقات هل نرى أيضا من خلال الدموع ومن خلال الألم نرى خطة الله في حياتنا تتشكل وتتكون لا تخفي يا أخي فالشمس خلف الغيمة آه في غيوم لكن في شمس سوف تستع خلف خلف الغيوم وبالرغم من كل الغيوم ومن كل الدقاء كل شيء قد دفع إلي من أبي ليس في المرة الوحيدة اللي بيقولها لكن قال الآب يحب الإبن وقد دفع كل شيء إلى يديه قد دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض وها أنا معكم بهذا السلطان كل الأيام وإلى انقضاء الضهر لقد أخضع كل شيء تحت قدميه ولم يترك شيء غير خاضع له وإن كنا لا نرى الكل بعد مخضع له لكن نتيجة طاعته لله الآن سوف نرى الكل مخضع له ما في السماء وما على بيقول عبثا تعبت باطلا وفارغا أثنيت قوتي قال له لا قليل علي أن تكون عبدي لإقامة أصباط يعقوب ورد محفوظ إسرائيل ها قد جعلتك نورا للأمم لتكون خلاص إلى أقصى الأرض وقد دفع إليه هذا السلطان من أبيه آدم عصى ففقد كل سلطان على الخليقة المسيح أطاع حتى الموت موت الصليب وكابن الإنسان دفع إليه كل سلطان في السماء وكل سلطان على الأرض ثم ليس أحد يعرف الإبن إلا الآب إحنا نعرف عن الإبن بقدر ما أعلن الله لنا في كتابه عن الإبن المبارك بقدر ما نعرف لكن هل وصلنا إلى المعرفة الكاملة لا يمكن أبدا الإبن في معرفة أعماق أعماق غويطة جدا ما نقدرش نوصلها بأفكارنا فشخصه من يعرفه فإنه سمى وفاق وحبه من يصفه فلاسمه المديح لا في حاجات كتيرة إحنا بنقبلها بالإيمان عن المسيح لكن إحنا مش فاهمينها وما نقدرش إن إحنا نوصل لنا بقولها كيف يكون الله والإنسان في آن معاً تاماً ولا ما حصلش حصل الله لم يره أحد قط الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر يقول كده للآب أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم فالمسيح أعلن تماماً أعلن لنا الآب بحيث أنه قال في لبس الذي رآني فقد رأى الآب لقد رأينا الآب في المسيح وليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي ليس أحد يستطيع أن يقبل إلى الآب إلا إذا أعطاه إلا إذا جاء عن طريق الإبن المبارك وليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له إلا إذن هو بيعلن لناس وناس لأ صح لا مش صح لأنه بعد كده على طول تأتي الدعوة تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أروحكم إذا هذه المعرفة هي المين للجميع هي لكل الناس من هم الذين يريدون يريد الإبن أن يعلن لهم الأب هم جميع الناس الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يخبلون ليس أحد يعرف الآب إلا الإبن ومن أراد الإبن أن يعلن له تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم الكلام هنا على فكرة كلام متصل مش خلص الإعلان وابتدت الدعوة لكن الكلام متصل كأنه بيقول للجموع وكأنه بيقول للتلاميذ أنتم اللي تعبكم أنكم بعاد عن الآب أنكم بعاد عن حضم الله فقدتم الإحساس بأبوة الله لكم اللي تعبكم ومنشف رئكم أنكم بعاد عن الآب زي الإبن في الكورة البعيدة بعيدا عن حضن أبيه يشتهي الخرنوب الذي تأكله الخنازير أنتم تعبنين لأنكم بعاد عن الآب تعالوا إلي تعالوا إلي أنا أخذ بأيديكم وأوصلكم إلى الآب ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه هنا تأتي الدعوة المزدوجة تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم فيه دعوات في الكتاب ما حدش أبدا يقدر يستسني نفسه منها يلتفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه تعالوا إلي يا جميع المتعبين هذه الدعوة هي لكل واحد مننا وأتخيل المسيح وهو يوجه هذه الدعوة وهو يفتح ذراعيه على آخرهما ويقول تعالوا إلي إن حضنه يمكن أن يشمل جميع الناس أنت تعبان أنت حزين أنت منكسر عندك هموم كثيرة مهموم من حملة خطاياك مرضك لا شفاء له المسيح بيقول لك هذا الصباح تعال إلي يعني المسيح ما عندهش راحة تكاوي أخذها وتمتع بيها بعيد عنه طالما أنتم في حضني طالما أنتم عندي هتجدوا الراحة هتجدوا السلام هتجدوا السرور هتجدوا الغفران تعالوا إلي وأنا أريحكم كما تأخذ الأم ابنها في حضنه وتهدهده حتى ينام وحتى يستريح فنحن سوف لا نجد الراحة بعيدا عن حضن المسيح ما عندهش راحة ناخدها ونتنتع بيها بعيد عنه أبدا تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم تعالوا كما أنتم كما أنا وليس لي عذر لدي إلا الدم المسفوك عني من يديك وأمرك القائل أن آتي إليك آتي أنا يا حمل الله الوديع ما فيش حاجة تعملها عشان تحسن وضعك هو عاوزك زي ما أنت بريحة الخنازير كما أنت تعال إليه تجد عنده وتجد في حضنه راحة الضمير الكاملة هذا هو النوع الأول من الراحة نعمة مطلقة عطية مجانية ما دخل لي فيها على الإطلاق أجيله زي ما وأخذ العطية دي لكن فيه نوع تاني من الراحة أنا أجدها لنفسي فتجدوا راحة لنفوسكم دي إحنا اللي نحصل عليها وممكن نحصل عليها وممكن ما نحصلش يقول احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم يعني ايه احملوا نيري عليكم ايه هو النير أولا النير هو الخشبة اللي بتتحط على راس الحيوان اللي بيدور في السقية احملوا نيري عليكم معناها أولا احملوا النير الذي حملته أنا احملوا نير المسيح عليكم ما هو نير المسيح نير المسيح هو نير الخضوع لمشيئة الآن هذا هو النير اللي حمله المسيح اللي كان بيقول في كل موقف لتكن لا ارادتي بل ارادتك لا مشيئتي بل مشيئتك افعل ما تريد هذا هو النير الذي حمله المسيح نير الخضوع الكامل لمشيئة الله ايه اللي بيتعبنا ايه اللي بيعزبنا ان احنا مش عاوزين نخضع المشيئة الله مش عجبانا مشيئته ونتحير وسط ظروف الحياة الصعبة مش عاوزين كده ليست هذه خطتنا مش هو ده تفكرنا للمستقبل ليس هكذا يا ابي زي ما قال يوسف ليعقوب ليس هكذا يا ابي مش هو ده مش هيا ده الخطة مش هو ده العشم مش عاوز اخضع فاكر ان ما شئتي احسن مما شئته فاكر ان انا بعرف مصلحتي احسن مما هو يعرف مصلحتي هذا هو النير الذي حمله المسيح والذي يريدنا ان نحمله من خلفه ان نخضع لمشيئة في وسط ظروف الحياة المختلفة لنخضع له ونقوله لتكن مشيئتك رغما عن مشيئتي رغما عن ارادتي بيكون كما تريد انت لا كما اريد ده عاوز واحد مليان بمحبة المسيح ومليان بالشعور بوجود المسيح في حياة ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله حتى لو كانت في ظاهرها تبدو معاكسة لإرادتنا حملوا نيري عليكم ده عاوز ايه عاوز ايه الحكاية دي عاوز اتضاع عاوز اكون وديع شخص الوديع ما بيصرش على اثبات الذات عاوز شخص متواضع عاوز شخص منسحق يتعلم من المسيح اللي كان وديع ومتواضع القلب يقول تعلمه مني عندما نفعل هذا فإننا نجد راحة لنفوسنا هنا مش راحة الضمير لكن راحة القلب المتعب من ظروف الحياة كل واحد اداله حمل معين اداله نير لكي يحمله في الحياة بيقول لنا اتفضل احمل هذا النير النير ده من يدي أنا في واحد تخيل ان المسيح كان حاطت على دكان النجارة بتاعته قبل الخروج للخدمة هذه اليافطة توجد انيار حسب المقاس حسب مقاس كل واحد مديله نير والله لا يدعنا نجرب فوق ما نستطيع ان نجرب لكنه مع التجربة يعطي المنفذ عشان كده بيقول نيري هين وحملي خفيف مش زي الفريسيين اللي كانوا بيحملوا الناس اثقالا عسيرة وهم لا يستطيعون ان يحركوها باصبعهم لا نير المسيح هين حمل المسيح خفيف ليه نيره هين وليه حمله خفيف لان النير عبارة عن خشبة توضع على رقبة اتنين من الحيوانات عشان يلفوا بيها والمسيح حينما يضع على اعناقنا النير فاننا لا نحمله وحدنا لكنه يحمل النير معنا يحمل النير معنا معه انا في الضيق انقذه وامجده انه يحمل معنا النير بل اقول انه يحمل عنا النير في كثير من الاحيان لذلك فان نيره هين وحمله خفيف المسيح يدعونا الى هذه الراحة المزدوجة ان نأتي اليه فنستريح من كل ثقل ومن كل حمل ومن كل خطية وهو يعرض علينا في هذا الصباح ايضا نيره الهي وحمله الخفيف فهل نقبل ان نحمل النير خلفه من حني المصلي يا رب نشكرك انت تعلم ان في ناس كثيرة تعبانة في هذا المكان في هذا الصباح لذلك لذلك فانت تتوجه الدعوة للجميع لكي يرسريهم في حضنك لا توجد لا توجد راحة بعيد عنك يا سيد كل من اختبرك عارف الراحة الحقيقية وعارف ايضا انه لا توجد راحة ارجوك يا رب ان تقنع كل نفس في هذا الصباح ان تأتي اليك كما هي في تجد عندك الراحة الحقيقية ساعدنا كلنا يا رب عشان نخضع لمشيئتك عالمين ان اختيارك هو الافضل فننيرك هي وحملك خفيف نقول لك كما قال الابن المبارك لكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت وصل رسالتك يا رب الى كل قلب في هذا الصباح لك كل المكن امين يلا جرب تقولوا معا تعالوا تعالوا يتعهبا العالم الحاسي تعالوا خدوا السعر انفاد تقولوا هتنسو هموم العالم في لحظة فتر فتعين هتنسو هموم العالم في لحظة فتر فتعين في لحظة فتر فتعين جماله بارع جماله بارع 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 اكمل من كل الناس وروجه صاطع صاطع كل ما حبا واخلاص مش لاقي ازاي يا حبيب يسوع دورت في كل مكان مش لاقي ازاي يا حبيب يسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان من يمسح دم عيوني إلا يسوع الحبيب دمت علشان يفدي مطعون على الصالي وأنا قلبي في عز جراحه يلاقي هو الطبي وأنا قلبي فعز جراحه يلاقي هو الطبي يلاقي هو الطبي كالله قول معايا الناس لازم ينسونا لكن يا سع أمين في الضيء بي يتركون لكن يا سع قول هو هو اللي بياده مسكنا في الضيء وفي الآن هو اللي بياده مسكنا في الضيء وفي الآن في الزيء وفي الزيء يل العالم خادع جل مل أو بالشهوات تعالوا لي خلاص نفسكم دا العمر السنين لحظات وتركوا زينت العالم دا يا مطوأ أموال وتركوا زينت العالم دا يا مطوأ أموال دا يا مطوأ جماله بارع فجماله بارع 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 أجمل من كل الناس نور وجهه ساطع ساطع كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي أسوع دورت دورت في كل مكان شلقي ازا يا حبيبي أسوع دورت في كل مكان دورت في كل مكان في كل مكان